من تونس ينظم علينا عبدالخالق الأزرق الكاتب الصحفي سيد عبدالخالق استقبال الرئيس التونسي للشاهد فورة حسن حالته الصحية بحضور ابنه ما الرسائل التي يبعث بها؟ عفوا لم أسمح السؤال السؤالي سيد عبدالخالق ما الرسائل التي يبعث بها الرئيس السبسي خلال استقباله ليوسف الشاهد ولنجله اليوم ربما سنعود إلى ما قبل استقبال الشاهد وحافظ قائد السبسي سنعود إلى المكالمة التي أجرها مع عبدالكريم زبيدي الذي هو وزير الدفاع التونسي ولما كان البيان الأول لرئاسة الجمهورية اليوم صباحا يخص هذه المكالمة وأشارت الرئاسة في بيان واضح أنه في تحصن وحالته الصحية مستقرة واتصل بوزير الدفاع التونسي ربما كانت هذه الإشارة أكثر وضوحا وأكثر أهمية فيما لف حادثة أو شبهة وفاة السبسي أمس من معلومات وإشعاعات كذلك تقول حول أو تتحدث عن ربما محاولة انقلاب كذلك خرج هذا الحديث ربما رسالة طمأن الأولى التي بعث بها رئيس الجمهورية صباحا هي اتصاله بوزير الدفاع التونسي محاولة انقلاب من قبل من سيد عبدالخالق خصوصا أنه في ضوء إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن يوسف الشاهد هو دستوريا المخول بقيادة الفترة في حال إذا ما كان هناك شغور رئاسي ما حدث يوم أمس من لخبطة وإشاعات ومعلومات متضاربة وبشكل متواثر وسريع جدا جعل البعض يعتقد في إمكانية أن يكون هناك علاقة بين العمليات الإرهابية التي حدثت يوم أمس والحالة الصحية لرئيس الجمهورية وكل السيناريوات فتحت غير أن سيناريو الانقلاب كان السيناريو الأخطر على الانتقال الديموقراطي وهذا هو الأهم في تونس أن نحافظ على مصار انتقالنا الديموقراطي وهذا المصار الذي يقتذي الديموقراطية خيارا وحيدا وأوحدا لمواصلة الانتقال الديموقراطي هذه مجموعة إشاعات خرجتهم أمس رافقت إشاعات وفاة بيجي قايد سبسي أيضا تم النقاش بشكل كبير في خلال الساعة السابقة عن الشغور الرئاسي هل تتوقع أن يتم خلال الأيام القادمة أي تعديل دستوري يتعلق بمادة الشغور؟ لا يمكن الحديث عن تعديل دستور لأن الدستور في حد ذاته يمنع ذلك وفقط نحن الآن أمام ثلاث فصول دون غيرها نتحدث عن الفصل 84 و85 و86 من الدستور التونسي الذي يتحدث عن الشغور من يحدد الشغور وكيف يتم تداول ذلك وكيف يمكن أن نتصرف في حالة وجود شغور وما هي الهياكل المشرفة على ذلك والتي تضمن استمرارية الدولة هذه الفصول تقر نوعين من الشغور شغور مؤقت وشغور دائم الشغور المؤقت أقصى 60 يوما يشرف على رئاسة الجمهورية بالنيابة رئيس الحكومة في حالتنا هذا يوسف الشاهد والشغور الدائم أقله 45 يوما وأقصى 90 يوما يقع بنهايته الدعوة إلى انتخابات مبكرة وفي الحالة الأولى والحالة الثانية من يقر نوعية الشغور ويقر بوجود شغور هي المحكمة الدستورية وهذا هو السؤال الذي يطرح منذ فترة في تونس لأن المحكمة الدستورية لم تؤسس بعد وسؤال من سيعوض المحكمة الدستورية ومن سيقر هذا الشغور وهذا هو سؤال المطروح بشدة الآن عبدالخلق الأزرق الكاتبة صحفي كنت معنا من تونس شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك